نذهب مباشرة إلى فقرتنا تالية الفقرة الطبية الصحية بالتأكيد مع الدكتور علاء الهوجي أخصائي طب الأطفال في مديرية صحة طول كرم أهلا وسهلا 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 دكتور علاء أهلا وسهلا فيك أهلا بكم وشكرا لكم على استضافتكم إليه في تلفزيون الفجر وعبر برنامج طلت فجر الله يصبحك بالخير يصبح صباحك دكتور علاء يعني بداية نتحدث عن موضوع الإمساك إيش هو الإمساك بالنسبة للفئات العمري الصغيرة وخاصة الأطفال طبعا الإمساك هي من المشاكل الأساسية المزعجة عند الأطفال الصغار اللي بتواجهنا عندنا في الرعاية الصحية في مديرية صحة طول كرم هذه المشكلة بصراحة كثير الأمهات بشكنهم بينها صغير عنده إمساك عنده مشاكل الإمساك هو تباعد مرات الإخراج عند الأطفال الصغار طبعا بيكون أكثر من أسبوع تمام عند الطفل الصغير لو أخرج مرة واحدة يعني خلال أسبوع هذا بيكون طبيعي طيب خاصة في الأطفال الرضع اللي بيجوا عندنا خاصة هاي المشاكل بتكون موجودة في أطفال الرضع بهذه الفترة طبعا بيكون الإخراج لازم يكون البراز يكون يابس يكون جاف الأمر الثاني أنه لازم يعني باعتمد هذا الإمساك على أنه يكون في عمر الطفل بيكون موجود يعني العادة الإخراجية باعتمد على عمر الطفل على غداءه غداءه مهم وسلوكه يعني الإخراج هي مشكلة يعني بصراحة هذا الإمساك مشكلة يعني دارج كثير عنا وبتواجهنا كل يوم تيجيك ام بتشكي بينها مثلا اخرج خلال يومين ثلاث ما اخرج هاي يعني 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 بدنا يعني بيكون شغلة طبيعية خاصة في الاطفال الرضا طب احيانا طالما انك دكتور تتحدث عن الفئات العمرية الصغيرة خاصة المواليد الجدد بالعادة فعلا بتواجه الام هذا المشكلة انه انا طفلي من يومين ثلاث ايام ما اخرج فا اكتر شو بتركزوا مثلا ممكن على الحليب نوعية الحليب ولا ايش شو شو بتضبط الاسئلة اللي تطرحها للام احنا اهم اشي منسأل اول اشي عن الرضاعة طبيعية منركز على رضاعة طبيعية وعننا يعني وطبعا هذا حسب بروتوكول موجود وحسب طب الاطفال الامريكي تمام احنا منمشي على هذا الاساس منركز على الرضاعة طبيعية الرضاعة طبيعية فيها انزيمات هاي الانزيمات بتساعد على الاخراج عند الطفل الصغير بينما الحليب الاصطناعي ما منشجح عليه كثير لانه ما في انزيمات ممكن تعمل غازات يمكن يعمل امساك زي هيك مع الاطفال الصغار حسب نوعية الحليب ونغير الحليب وكذا فالافضل اهم اشي احنا منركز ومهي يعني دعوة للامهات انه تركز على الرضاعة الطبيعية نعم الرضاعة طبيعية مهمة جدا لانه احنا صراحة منواجه كثير مشاكل الام مش عارف تردع الام مش عارف كذا بتلاكي انو الام لسا يعني متجايل حليب شغال كثير زي هيك بتلاكي تتجهوا للحليب الصناعي وهاي مشكلة بصراحة يعني فاحنا يعني منوجه عبر شاشتكم انو الام نركز على الرضاعة الطبيعية عند الامهات يعني بصراحة بتفيد كثير اول اشي بتعطي مناع بتخفف من هذه المشاكل اللي بصير نعم لكن في حال لم يعني يكن هناك قدرة على الرضاعة الطبيعية قد تلجأ الى الحليب الصناعي وبالتالي قد تكون المشكلة في ان الحليب لا يتلأم وجسم هذا الطفل فتؤدي الى المطالبة من الام ممكن انها تغير الحليب هذا فيما لو اضطرت الزردان الصناعي اطبعا يعني اذا احنا ما اذا مشينا مع الام وكانت مثلا ماشي على الحليب الصناعي ما في قدرة انو نردع طبيعي وقتها مثلا ممكن نغير الحليب نعطيها حليب ضد الامساك اشياء زي هيك ممكن نساعد نعم طب دكتور الفترة الزمانية اشرت في بداية الحديث الى انو لو اخرج خلال اسبوع مرة واحدة هذا يعتبر نورمال طبيعي نعم وانت الام تعتبر انو لا هنا لا في يجب اني اراجع الطبيبه هنا فيه تعرض طفلي لمشكلة الامساك بالضبط اه هسا وقتها احنا منشوف اذا الطفل الصغير هذا بعد اسبوع ما اخرج تمام لازم تتبه الام هل في عنده حمى حرارة مرتفعة بيراجع الولد انتفخ بطمه كثير تمام صار في نزول في الوزن هاي الامور مركز عليها لانو ممكن تدخل في مشاكل ثاني يكون سبب عضوي تمام اما الامور العادية هذه مورة طبيعية ممكن يخرج خلال اسبوع لو مرة واحدة او في اليوم الواحد ممكن يخرج من ثلاث الاربع مرات طب هل هناك مضاعفات بسبب الامساك طبعا الطفل ايش ابرز هذا المضاعفات طبعا بصير من كثر الامساك اللي بصير عند الطفل الصغير بصير فيه شقوق موجودة في الفتحة الشرج هاي بتأدي الى نزول دم ومخاط مع البراز الامر الثاني بصير فيه تدلي في المستقيم مرات بكثر من شدة الامساك خاصة في الاطفال اللي بكون عندهم امساك مزمن وطبعا فيه اطفال خاصة من ناحية سلوكية الاطفال الصغار ممكن فيه اطفال بتجنبوا الذهاب للحمام مثلا نتيجة هذه الالام الموجودة فبزيد تراكم البراز في الكولون نعم وبأدي الى انتفاق في البطن وكذا يعني هاي من اهم مضاعفاته طب دكتور اذا ما رتبط الشيء بانه مشكلة عضوية في الجهاز الهضمي ممكن يكون فيه تداخلات جراحية في عمر مبكر للطفل ولا لا بتصبروا عليه لحين ما يكبر طبعا فيه عندنا من المشكلات العضوية اللي بصير مع الاطفال الصغار اول اشي في عندنا اه نقص افراز الغد الدرقية الامر الثاني في عندنا التشوهات مثلا خلقية عند الاطفال الصغار مرات بيكون عندنا فيه مثلا زي الهيرشي سبرانك ديزيز هذا مرض بصير عند الاطفال الصغار انه بيكون الخلايا العصبية غير موجودة في الكولون هذا بتأدي لتراكم البراز موجود بكميات كبيرة وبنت في خبطن الطفل بصير يراجع براجع زي هيك زي مادة خضرة طبعا هي عصارة الامعاء طبعا هذه مباشرة رحنا منتدخل جراحيا وطبع هذا بعمر تقريبا اسبوع بصير هذه المشاكل هذه خاصة وممكن مرات بصير ناحية مزمنة يعني في الاطفال الاكبر من هذا العمر طب دكتور يعني الام بالعادي هي طبعا بتكون لانها متخوفة على طفلها فهي قد تذهب الى بعض الممارسات او تصرفات الخاطئة فاش ابرز هذه التصرفات خاصة من خلال التجارب اللي انتو بتلامسوها وبتجيكم الحالات اللي بتجيكم احنا في انا يعني كثير نساء بيجن اذا بتحط مثلا اول اشي يعني فترة الامساك فترة الامساك مهمة انه لازم تكون يعني اسبوع بعد اسبوع لازم تراجع الطبيب هاي اهم اشي الشغل الثانية مثلا في ناس بحطوا مثلا صبونة بحطوا زيت ميزان الحرارة هذا بيعمل تجريح في الفتحة الشرج مرات بيؤدي الى التهابات في المستقيم وهي مشاكل مواجهة يوميا تقريبا الشغل الثانية مرات بيكون مثلا نقاط الحديد بيشكم من نقاط الحديد نقاط الحديد انها بتعمل امساك نقاط الحديد لو انخلطت مثلا عصير مع فيتامينات وخاصة الفيتامين سي اللي بيعمل على امتصاصه وانعطاه على الريك بطريقة صحيحة ممكن يساعد انه تخفف من الامساك اللي بصير مع الطفل الصغير يعني هذا هم الامور في ناس مثلا بتيجي عندنا حليب البقر حليب البقر بيكون معطينه قبل السنة يعني واحد عمره شهرين ثلاث يعني بيكون معطينه حديد معطينه حليب البقر بكميات كبيرة بتلاقي الولاد صار عنده انتفاخات لانه بتعرف هذا حليب البقر فيه بروتينات عالية معقدة وصعب انه طفل الصغير هذا يهضمها صحيح فبصير عنده امساك قوي وهي يعني هم المشكلة او ممكن اللي بيبلشوا بانهم يطعموا الاطفال مبكر بضع طعم مثلا 100% لازم يعني اطعام الطفل بعد الست شهور هذا هم اشيين نبلش مثلا لانه حليب الام ما بكفي بصير عنده رقص حديد الطفل الصغير بعد الست شهور فاحنا منبلش نطعمه ولازم نطعمه بطريقة صحيحة فيه على كتاب وزارة الصحة موجود ارشادات كيف نعطي الطفل الصغير نعم مثلا بعد الست شهور بعد التسع شهور شون طعميه اول شي مثلا على الست شهور لازم مثلا كسة مهروس الخضروات او الخضروات اشياء جزارة جزارة كسة او الفواتي المسلوقة بالضغط طفاحة اشياء زي هيك ممكن الساعد وبصير طبعا اخراجه شوي شوي يعني يتحسن طب بس استفسار لانه في بعض الامهات لما بتشوف فيه امساك عند الطفل ممكن بتقول بغليله شوية يانسون يانسون منيح وبمكن شوي يساعد على الاخراج هلأ اللجوء للأعشاب بشكل عام للأطفال احنا بنقول حديثي الولادة على وجهة تحديد انا صراحة ما بشجع عليها كثير طيب يعني يانسون ممكن تعطيه معلكة صغيرة الصباح معلكة صغيرة في الليل فقط فيه ناس بعمل رضاعة بصراحة كميات كبيرة بعضهم للطفل وهذا اشي مش كويس اهم اشي احنا نركز على الرضاعة ممكن يعني حليب سواء يعني اهم اشي الرضاعة طبيعية يعني هذه الامور العشاب والله انا ما حبش اششجع عليها هي بتخفف المغص ممكن المغص بس ما بتحل مشكلة الامساك طيب دكتور بعض الامهات بيلجأوا لطريقة اذا انه كان في عنده امساك عملية تدليق ومساج للبطن والضغط من صورة وفقية لتحد بتساعد هذي ولا ما لهاش علاقة اساسا مش كثير صراحة بتفيد تمام يعني التدليق مرات حتى بتعمل تلبكات معوية عند الطفل مرات بصير تداخل في الامعاء تهند الاطفال الصغار وبصير راجع الولد وبصير عنده مرات نزول دم في البراز هاي مشكلة يعني انه تدليق بطريقة يعني اشي بالمعقول اما ان تدليق بطريقة شديدة ممكن تعدي الى انه يصير في انسدادات معوية ويدخل الطفل في مشاكل طب الام فعليا ايش الخطوات اللي تتبعها لتقليل حدة هذا الامساك ولا تسلك الامور مع البيب الصغير اول اه بالضبط احنا اهم اشي باول اشي لازم نغير نمط تغذية الطفل تمام هذا مهم جدا اول اشي نركز مثلا على الالياف نركز على السوائل اللي باخذها الشوربات الاشياء اللي فيها سائلة الامور منخفف من النشويات البطاطا المكلية كثير من النشاء بيجين اليوم بطعم من ولادهم بطاطا مكلية واشياء زي هيك هاي بتساعد على الامساك الدهنيات النشويات السكريات الحوائج الشبس هاي امور ممنوعة تمام الشغلة الثانية ركز على سلوك الطفل تمام سلوك الطفل مثلا احنا نوديه على الحمام تمام نعوده ان يروح على الحمام كل ساعتين ثلاثة نذكره انه فيه حمام لازم نروح عليه مرات احنا لازم ناخذه خاصة في الاطفال اللي بشكوا مثلا من تسريب بعض البراز على الملابس الداخلية وقتها مناخذه ومنعمله مثلا مندخله على الحمام نقعد معها خمسة لعشر دكايك تقريبا كل ساعتين ثلاثة نعمل زي هيك بتخفف من التراكمات البراز الموجودة فبتخفف من تسريب البراز هذا الموجود على الملابس الداخلية عند الاطفال الكبار احنا تقريبا اربع خمس سنوات هذه بصير مشاكل كثيرة فاحنا منعودهم انه نروح على الحمام بطريقة صحيحة الذهاب للحمام ناخذه مع الحمام مثلا ساعتين ثلاثة منعودهم نروحوا منكعدهم على الحمام بطريقة صحيحة بحيث انه يتعودوا على طريقة اخراج صحيحة هاي اهم المشاكل وممكن مرات بنحتاج لملينات هذه الملينات مثلا في نوعين منها في منها بنكون عن طريق حقن شرجية بنحطها للطفل ممكن مرات عن طريق البودرة هاي البودرة بتنحل في الماء انواع كثيرة موجودة زي مغاطس بتكون لا بتشعب شرب هذه طب المغاطس للاطفال منيحة ممكن الساعد ممكن الساعد على الاخراج يعني هذا اهم الامور لكن طبعا مهم جدا النظام الغذائي مثل ما ذكرت حضرتك دكتور لانه كثير فيه بصراحة من الامهات بيعتمدوا على البعض طبعا بيعتمدوا على الفاست فود التعامل الجاهز السندوش وهذا الامور صالف شبس و بسكوت زي ما بكوا هاي مشكلة هاي مشكلة بصراحة هاي بتواجهنا يوميا خالد هاي بصراحة مشكلة يعني ان الكثير النساء بيجن على الرعاية الطبية او على الرعاية الصحية عنا فطول كرم نفس المشكلة بتلك مثلا شو فطرطيه الطفل وجبة الفطور ما بيعطوها اياه بيعطوه شبس بيعطوه بسكوت بيعطوه شغال زي هيك وهاي بتزيد الامساك بتيجي بعدين بتقول لك في عندي امساك يا دكتور فهاي مشكلة وجبة الفطور مهمة جدا بتساعد على الحركة الدودية تبعة الامعاء الطفل الصغير كثير اطفال عنا ما بياخذوش وجبة الفطور مثلا هاي مشكلة كذلك في ناس مثلا بيعطوهم خبزحاف تخيل يعني خبزحاف بيعطوه لطفل عمر ثمان شهور وتسع شهور وصير عنده امساك شديد يعني ومهم انه يكون فيه تنوع حتى في العناصر يعني نعودوا يأكل الفاكهة نعودوا يأكل الخضار نعودوا يأكل الاشياء الملينات واللي فيها مثل ما ذكرت الياف اللي طروري ده مش بس الحلويات ومش بس الوجبات الدسمي لهذا الطفل لانه ايضا دائم الحركة فبين الفترة والتاني كمان نذكره انه فيه تفاحة ممكن تأكلها فيه انا بكره لما بنتي بتطلب الشبس منشوفي ادمان عندنا ادمان حسب المحيط كيف يعني اذا المحيط دسم بده يروح على الدسم زي ما بنحكي محيط فواكه بده يروح هذاك اليوم على الفواكه يعني تتنوع الخيارات لكن اهم شيء صحة اطفالكم وكيف احنا نلاحظ هذه الملاحظات اللي اشرق لها الدكتور علاء حتى ما نقع فيه مضاعفات احنا في غناعنا صحيح اذا كل الشكر والاحترام للدكتور علاء الهوجي اخي صايا طب الاطفال في مديرية صحة طول كرم